لما نيجي نشوف حواره مع النمرود والحوار ده حوار يعني يدرس في كيفية إجراء المناظرات بالحجة القوية البداية أولاً هو بيتعامل مع النمرود مع لغته ولغة النمرود هي القدرة أنا قادر أعمده هو اتوهم أنه هو الإله في البداية قال له قال إبراهيم فإن الله لا الهاية الآلف الأول ربي الذي يحي ويميت فرد عليه قال أنا أحي وأميت سيدنا إبراهيم ما ردش على أنه يجاد له وأنه عارف أن التركيبة البشر بالعقلية دي هو مش بيحاور عشان عايز يوصل لمعلومة بجد وعايز يعرف الصدق هو عارف أنه بيجادل فرد عليه مش بجدال زيه متمنجرفس معايا سيفة فكانت الرد بحجة أقوى قال إبراهيم فإن الله هيأتي بالشمس من المشرك فأتي بها من المغرب فبهد الذي يقفر عرف حضرتك لما احنا قولنا سلامة القلب مع النية دي المركزية مش كده؟ المركزية التانية علشان تصل لهذا المعنى أنا أتكلم مع إنسان عنده طبيعة وقدرة وملكة وسلطان وجبروت ونفوذ طيب مش هنفع كده أجي أتكلم معه باللين ولا ينفع أن أنا أتكلم معه بإسلوب فيه من الليونة والرقة لا 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 ده أنا أتكلم معه بإسلوب يتناسب مع عقله ومع قوتي ومع قدرتي ومع سلطاني ومع نفوذه ساعتها يتضاءل وساعتها ينكمش وساعتها يتخازل ولذلك من الأوصاف التانية وصاصرة المفروض تتناسب مع كده الرجد مش ربنا بيقول ولقد آتينا إبراهيم رجده الرجد اللي هو إيه؟ يقدر يميز يعرف يقول الأسلوب المناسب هيكون إيه؟ والطريقة هتكون إيه؟ والكلام هيكون إزاي؟ من خلاله أنا هاعرض وبعد كده هيكون عندي من الآلية اللي جواية تخليني أتحمل ما يكون علي من خلال هذا الحوار لأن ما جاولي النمرود رب الذي يحيي غميت مش يقتنى بهذا الكلام حينما أقول بأن هناك ملك وله مالك مش يقتنى بهذا الكلام فبالتالي لابد أن يصاب إبراهيم بأذى فبالتالي الرجد مع الحكمة مع الإسلوب هيتجهز ويتهيى إبراهيم إنه في هذا الطريق سينزل عليه من العقاب وسينزل عليه من البلاء اللي من خلاله يكون جاهزا لبلاء الله عز وجل لأنه ما من داع وما من مصلح وما من رسول إلا وقابل ما قابله إبراهيم بجميع أنواع الحوارات والمواكف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل عليه الوحي في غر حرام وزملون زملون دسرون دسرون ونزل النبي إلى خديجة وضمته وقالت والله لن يغزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعينه على نوائب الضخ وأخذت بزوجها إلى ورقة ابن نوفل ثم قال هذه الكلمات الخالدات والله إن هذا هو النموس الذي جاء به موسى عليه السلام ويا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك فتعجب النبي أو مخرجيهم قال ما من نبي جاء بمثل ما جئت به إلا وأخرج وعودي من قومه كإني صلى صلى الله لابد يكون عنده رجد عشين أتهيأ لما سيدنا إبراهيم وقف أمام النمروب بهذه المعاني الخالدة وأراد أن يعني زي ما بقول كده بالمعنى العم يقهمهم بمعنى إنه هو عاوز يعرف حجمه فبالتالي قال إبراهيم عليه السلام كما قال الله عز وجل في هذا البدء كمان ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وعلشان أوصل للمعنى بتاع سيدنا إبراهيم شوف الإعجاز في كلام ربنا في الآية نفسهم ألم تر إلى الذي حاج حاج عن خاصمة إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك من الذي أعطى الملك ومن الذي يسوك النعم ومن الذي سخر الدنيا بما فيها ومن الذي أوجد ما يتمناه الإنسان في هذه الدنيا ومع ذلك شوف مع إن ربنا هو المنعم وهو صاحب الإفضال وهو صاحب الجبروت ومع ذلك خاصم ربه خاصم إبراهيم قال أنا أحي وأميت بإسلوفي من التفاهة والعقل البشري لا يتخيله حينما يأمر بالإعدام على إنسان أو يعفو عنه فالمعنى بتاعه أنا أحي وأميت مع أن هذا الأمر من اختصاص الله عز وجل لما ربنا بيقول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الروح يا مصدر الحياة مصدر الوجود طب حققتها ما هيتها مخلوة إزاي عند هذا الحد العقل لا يستطيع أن يصل إلى هذا الأمر كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم فالذيب بين القتل أكيد ويميت نعم فرق شيسع في الله لا ده حضرك أنا أقول حضرك يعني ما عليش نبصتها شوي الميت ما بيموت وهو على فراش الموت وهو على المخسلة ما العين هي العين والسمع هو السمع واللسان هو اللسان واليد هي اليد فلماذا سلبت منها الخصائص وأصبحت جثة غابدة لا حراك لها ومع ذلك إذا على طروح كما نحن الآن نسمع ونرى ونتكلم ونتأقلم مع هذه الحياة فهي سر الحياة ومع ذلك يا شيخ فتحي سيدنا إبراهيم ما ردش عن نمرود بالكلام ده لأن زي ما قلنا في البداية إنه هو مش الشخصية اللي هو عايز يفهم وعايز يقتنع هو لا هيسمع ولا هيستقبل وده بنقابله كتير في حياتنا لأن هنا ساعتها بيكون الكبر هو اللي عازل اتعامل معا بطريقة تانية وهنرجع لنا